مشاهدين الروح لأخبار الرياضة وبيخود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش النهاردة ميرانو الأخير استعداداً لمواجهة السنغال في إيابة تصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كاس العالم في قطر وطبعاً هي مقرر إقامتها بكرة سبع مساء بتوقيت القاهرة علماً بأن مباراة الذهاب اللي أقيمت فيه استاذ القاهرة انتهت بفوز منتخبنا بهدف نظيف وبعثة المنتخب الوطني كانت وصلت للعاصمة السنغالية دكار على متن طائرة خاصة وبيرافق بعثة المنتخب الوطني جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندالي نائب رئيس الاتحاد وعضاء المجلس حلمي مشهور وحازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا وإيهابي الكومي وديناء الرفاعي وكيروش كان كتب باللغة العربية عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر شباب مصر جاهزون للشروط التاني نحن نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى بتواضعنا وروح فرقنا والعمل الجماعي فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر أضف نحن كلنا ثقة لأننا نعلم أنه لا شيء أسمى منا جميعا نسعى أن نصل له وقد نراه قريبا نحن نعلم أننا نقدر أن نعملها هو كتب باية نقدر أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع تمن أن نلعب مباراة عظيمة وقدم كل مجوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري لكم التوفيق يا شباب مصر طبعا هو الكلام كان كبير كده وكلام عميق ولكن بيدل على رغبته وأمنياته أنه طبعا يتغطى هذه المباراة الصعبة وإن شاء الله رب كده كل الأمنيات الطائبة كلنا ندعي لمنتخبنا الوطني أنه بإذن الله يصعد للمونديل القادم ترجمة نانسي قنقر